صباح الخير أنا هواند صباح الخير يا كريم صباح الخير على ضيفكم الكريم وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وعلى جمهور الأهلي العظيمة اللي بتابعنا من جميع أنحاء العالم أنا زي ما حضريك ذكرت كده أنا موجود معاكم هنا من التيتش يمكن الملعب بيجاز حالا دلوقتي لبدء التدريب الأساسي للنادي الأهلي استعدادة لمباراة الإنتاج الحرب المقرر لها بعد بكرة إن شاء الله السلساء يعني الاستعدادات تجرى على قدم الوساط يمكن استعدادات النادي بدأت من مبارح بدأت بتدريب في الأحداثة عشر صباحا يمكن الفريق بدور راحة على طول بعد ما انشى سراميكا روباترا للنادي الأهلي فاس فيه 2-0 ويتربع على قمة المسابقة برصيد 13 نقطة من الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة واحدة على طول الجهاز الفني ما فيش وقت يمكن للأهلي لعب مباراة أفريقية الثلاث يوم الجمعة على طول سراميكا يوم الثلاث الانتاج الحرب تاني ما فيش وقت للراحة التدريبات على طول مستمرة ومتواصلة النادي الأهلي إن شاء الله يعني النهاردة زي ما نقول للتدريب الرئيسي وهيزبق كمان التمرين عمل رابي التست أو المسح السريع ضد فيروس كورونا كما متبع من البروتوكول العلاجي الموضوع من وزارة الرياضة بالتنصيق مع وزارة الصحة المصرية بعد كده هيتم التمرين الأساسي للفريق يمكن كمان عزة طمنكم أن فيه عدد كبير من النجوم الفريق يمكن عادوا بشاركه مبارح في المراني يمكن نبدأ بمحمد هاني اللي بعد خلاص تحول مسحته من إيجابية لسلبية شارك بشكل عادي جداً مبارح في التمرين الأساسي للفريق أو التمرين الجماعي للفريق وأدى بشكل أكثر من رائع كمان عمر السلية لها محطط له يعني زي ما نقول برنامج تأهيلي مصغر للنظر إنه هو غايب فترة طويلة يمكن غايب من المباراة الأولى الأفريقية عن المشاركة في المباراة الرسمية فالجهاز الفني قادت بيسه ميسوماني قرر إنه هو يعمله زي ما نقول برنامج تأهيلي مصغر علشان يرسل للحالة الفنية والمعنوية والبدنية اللي تساعده على الدخول في التشكيل الأساسي للفريق ويعني زي ما نقول يترك أمر مشاركته أو دخوله للقائمة طبعاً لرؤية الجهاز الفني كمان جون الأجياء يمكن صبق طويلة لكن يعني بنطمن جمهوري نادي الأهلي يمكن تم عمل فحص طب لي وبدأ بالفعل تدريبات تأهلية في النادي هنا والجارية حول الملعب كذلك محمود وحيد كمان اللي اشتكى من بعض الإجهاد العضلي كمان نشارك إمبارح في تمرينة إمبارح يعني تمرين وإن شاء الله يخش في عن قريب إن شاء الله في التدريبات الجمعية للفريق كمان يعني يمكن أكثر من اللعب النهاردة يعني إن شاء الله يعني كما محمد الشناو أدى تمرين خفيف في إمبارح طبعاً لمشاركته أساسي في مباراة سيراميكا لكن إن شاء الله النهاردة التدريب هيتم بشكل عادي واللعبين كلهم يكونوا في أحسن حال إن شاء الله ويا رب دايماً النادي الأهلي في انتصارات ونتمنى إن شاء الله موصل الانتصارات للنادي الأهلي والتربة زي ما عارفين طبعاً النادي الأهلي طالما خلاص وصل لقمة الدوري ما فيش أي حاجة بتنزلوا عليها تاني وإن شاء الله النادي الأهلي دايماً يبدل رقم واحد وفي الأمام الكلمة لي كان أهواند وكريم أنا بشكرك يا محمد أنا والكريم كنا حابين نشوف اللعيبة بس أنا عارفة أن التبرين هيبدأ اشتركوا في القناة